السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة سيدة النهاردة كده من التراص اللي احنا كلنا بنحبه فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا ليه سيدة جبته لكم ممكن اكتر من مرة كل فيديوهاتها الجميلة وكل حاجاتها الجميلة اللي الجد كلنا واكتر من سيدة كتيرة معايا او كك اكتر من حباب قلبي الحلوين اللي معايا بيهجبهم الفيديوهات اللي زي كده او لو من النوعية دي عايزكو باتحط لايك للفيديو كده لايكات كتير للفيديو كمان لو انت اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده اكيد يساعدني وجودك معايا واشترك في القناة فعالي زرار الجرس على الكل علشان يوستقلكو كل جديد مني عايزة لايكات كتير كل اللي بيحبيني النهاردة يعمل لايكات كتير للفيديو ده فضلا منك يلا بينا بقى نشوف السيدة اللي معانا هنا هتبتدي تعمل ايه واول حاجة هو روتين مبدئي اول ما بتصحى منه احيانا مننا برضو يعني طلبتوا مني كتير ان انا جيب لكو فيديوهات زي كده العناية يعني بالشخص زيك نفسه او بالعناية بالبشرة والجسم والشعر فده يعتبر روتين مبدئي ناس كتيرة قوي ماشي على نظام الحياة ده وفي ناس كتيرة لأ برضو يعني في ناس كتيرة اجمعت ما بين انا مش فاضية انا ايه اللي هعمله ناس كتيرة قايت لي يا دوبك احنا بنصحى نفطر اولادنا ونطلع نجري نطبخ ناس كتيرة قالولي احنا بنصحى من على السرير على طول نقف نطبخ ناس كتيرة قالولي برضو احنا بنصحى من نوم نصلي ونقف نطبخ ونشوف حاجتنا ولكن اخر اليوم اخر اليوم بشوف نفسي وشوف العناية ببشرتي وشعري وهكذا بس فانا حبيت ان انا اجيبلكو في الاول كده هي اول من تصحى بتعمل ايه وتعيلوا بقى نشوف الابجورة الجميلة اللي هي جابتها في غرفة النوم عندها وهنشوف كمان تجددها وتغيرها لغرفة النوم بتاعتها طبعا انا بوريكو كل حاجة يعني كانت الاول عاملة ازاي وهتبقى عاملة ازاي طبعا هي هنا باللون الخشبي تعبقى نشوف الجمال بقى شايفين يعني بصوا مفيش بعد كده كلام اللون القفايت يعني عايز اقول لكم ترند ترند في كل حاجة سواء في غرف نوم في انترهات في صوالين في ليفنج كل حتة في صفرة طبعا انتو عارفين الافوايت مع الجولد فهنا بدأت بقى ان هي تنظم في الغرفة عاجبني الترابيزة دي او مش عارف هي اه ما عارفش حاسة ان هي ترابيزة صغيرة كده بس مش حاساها في غرفة نوم هي صغيرة ولكن انا يعني من نسبالي انا كنوع دكور او دكوريشن حلو لو كانت اتحطت يعني داخل فيها الستاليس زي ما هي حطة الابجورة وحطة الاثنين كرسي بتوع الانتره فيهم لو تلاحظوا الجولد اللي هو الستاليس لو كانت الترابيزة داخل فيها الستاليس كده تبقى حلوة كده تبقى حلوة اوي كمان بس طبعا كل واحد بختلف زوقه عن التاني المهم اهم حاجة هي تكون مبسوطة بحاجاتها ربني هني كل واحد يا رب الله مأمين بحاجاته واكتب لكم الخير والتوفيق من عنده يا رب ان شاء الله ادعيلي بقى دعوة كده صدقة من قلبك يا جماعة محتاجة دعوتكو دي ليا الايام دي بجد لاني يعني الايام دي مش مؤهلة في حاجة كتير اوي في ظروف كتير اوي عندي انا عارفة ان انا ممكن فيديو مبارح ده كان فيديو بتاع العيد اممكن فيه كتير من حباب قلبي لاحظت كده ولكن والله بشكركم من قلبي جدا ان انتو بتدعموني بتقفوا في ظهري بتقفوا معايا ما بتغزلونيش ابدا حتى لما بنزل فيديو انا كنت نزلته لكم قبل كده من فترات فانتو بتوقفين جنبي ربنا يخليكم لي يا رب وجزيكم كل خير يا رب اللهم امين يا رب تعالوا بقى نشوف هنا الغرفة التانية الغرفة التانية برضو هي فيها اللون الافويته ولكن اللي عملها كابوتيني وحابت كده ان هي تجدد فيها او تنظم فيها جابت المرجحة اللي انتو شايفينها دي هي بتبقى مقوانة من الخوص طبعا الكرسي ده بتشال اللي هي محطوط في المرجحة وتقدر ان هي تتهز عادي وتبقى حلوة يعني وتتعلق كمان هو هي اتنين في واحد كرسي ومرجحة تعالوا نشوف بقى المكنسة اللي احنا كلنا يمكن شوفناها في فيديوهات كتيرة واكتسحت الاماكن والدول وفي كل مكان بقت كده هي لهلوبة تمشي كده انت تعمل اي حاجة تانية في البيت وهي ماشية تكنس وتمسح وتلمع وكل حاجة وكمان بيكون فيها المكان اني كنت تحطي للتعقيم شايفين ده الجهاز بتاعها لان هي شحن كده زي ما انتوا شايفين بتتشحن بالكهرباء زي ما انتوا شايفين كده بصوا بقى يعني شايفين لهلوبة بس ما عرفش اسعارها بيكون ايه اللي يعرف اسعارها يكون ايه يارد تقولولنا اسعارهم بيكون ايه لان في حباب قلبي كتير بيكونوا عايزين يعرفوا والاسعار بيكون ايه ولكن انا في حاجات كتيرة بكون عارفاها او الحاجات اللي مش عارفاها بسأل طبعا وبرجع اقول لكم طبعا تاني ولكن الناس الحلوة اللي معي اللي تعرف الاسعار ايه فيارد تكتبوا تحت في الكومنتات عشان فيه ناس كتيرة معانا بتكون حبة انها تستفاد من الحاجات دي تعا نشوف بقى تنظيمها للمطبخ ومش هيكون حاجات كتيرة ومش هيكون افوارة هي كانت جايبة الطقم الجديد اللي هو البلاك في الجلد جايبة كده يعني بصوا هو طقم جاهز طبعا معايا اللبانة بتاعته بالحلل بالستند بتاع المعالق بيه كمان استند بتاع الاستجاكين والشوك وهكذا تعالوا بقى نشوف كمان التاليجة الصغيرة او هنقول مني تاليجة كده هي بتحط فيها المية والمية بتتحول الى تلج يقدروا بقى او قطع من التلج يقدروا بقى يحطها في عصائر يحطوا مية عادية وبعد كده يحطوا التلج كده يعني بس هي حلوة ولكن هي بتقول ان هي غيرتها تشوفوا التغيير دلوقتي وده الدرج اللي هي حطة فيه المعالق والاستكاكين والحاجات دي بما ان هي بتنظر او بترتب في المطبخ فكان لازم تنظم الدرج ده وهنا كانت جايبة ساعة رقمية كده علشان بتقول برضو ان هي محتاجاها جدا دي شوية مشتريات يعني جايبها للمطبخ كانوا من تغيير من التجديد شكل دكوري وهكذا واخر حاجة بقى برضو هو هو نفس التلاجة او ميني تلاجة صغيرة كهربائية برضو نفس الوقت بتحط المية وتتحول الى تلج او مقعبات تلج زي منزو شايفين كده بتقدر ان هي بقى زي ما قلتلكم بتحطها فيها المية او عصائر وده كان شكل جديد او كان نوع جديد كان نازل في السوق وهي برضو جابته تعالوا نشوف الولاعة الجميلة اللي بصوا هي بتقول ان الولاعة دي حلوة هي صغيرة وبتاعت الشموع يعني عشان تقدر ان هي تاخدها في اي مكان وكشكل دكوري حل هنا بقى جولة سريعة في المطبخ بتاعها وكمان الريسيبشن اللي اتنين طبعا مفتوحين على بعض ده شكله وعتشوفوا دلوقتي برضو تنظيمها وترتبها في الريسيبشن بحاجات جديدة عايزة لكم ان الورد او الظهور يا جماعة في كل مكان يعني بجد بيديله اولا بهجة بيديله سرور كده بيديله حاجات حلوة ان كنت تبقى فعلا فعلا نفسك مفتوحة كده ان كنت تبقى قاعدة في المكان ده فحاولوا ان كنتوا تحطوا ظهور او او ورد حاجات تفتح نفسك على شغل البيت ونفسك تكون مرتاحة طبعا قبل كده كنت جبتلكم في فيديو ان هي جاي بقى التلاجة دي وكان بعد ما استخدمتها بعدها بفترة بتقول هو في الفيديو ده بتقول ان فعلا استخدامها بيكون اجمل من رائع او حلو مع الاستخدام الطويل او الوقت الطويل اللي هي استخدمه وطبعا دي عدان المعطر بتتحط كده وبتشغلها هي عاملة زي البخور كده منها شام عدان ومنها كمان فواحة هنا ده دي كور كده كانت جايبا لكونسول طبعا برضو كونسول ده هي يعني بتقفل المكان بتاع الانتري والصفرة فحطاله الكونسول ده علشان يكون الصفرة انفاصلة عن الانتري او عن الريسبشن هنا كده زي نظام بوفي اوبار في الصفرة وبردو جابت له الابازورة للكيوت الحلوة دي جابت اتنين وحطت الديكور تعني نشوف بقى الطويلت ويه الجهاز اللي جابته للطويلت انا بصراح مش عارفة الجهاز ده يعني بتاع ايه بالزبط ولكن هي بتقول ان هي دفاية او عملية تدفئة للهدوم منها بتدف الهدوم وبتعقم الهدوم تعقيم كمان للهدوم زي ما انتم شفتوا كده بس هنا بقى يعني طبعا بعد ما خلصت كل حاجة فكل واحد من هنا كده يخلص البيت يحس ان هو ارتاح نفسك تعني نشوف الحديكة او الجنينة كانت جايبا لها بوف كده منه اللي هو بوف يعود عليه ومنها كمان اللي هي زي هنقول هو زي البوف بالزبط تخزن في الحاجة بتاعتها زي الكوشنز اي حاجة هي حبة تحطها في البوف ده بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة جولة سريعة كده في شقة او في بلتها يارب يكون الفيديو عجبكم كون السيدة الجميلة اللي كانت معانا النهاردة يكون عجبتكم لو انت نسيتيني من اللايك ووصلت لحداية هنا ونسيت اللايك وكومنتك المحافظ فياريت ما تنسيش اختك بالدعم ليها اللايك ويه الكومنت المحافظ اشوفكم الفيديو الجاي واسبكم فرعات الله وحب زوي مع السلام